وإلى الثقافة حيث أجرى دكتور خالد العاني وزير الأثار جولة تفقدية بقصر البارون مبان في مصر الجديدة برفقة النائب وسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والأثار وعدد من أعضاء اللجنة بمجلس النواب لمتابعة آخر مستجدات أعمال مشروع ترميم القصرة تمهيداً لافتتاحه قريباً وإعادة أهله يصبح معرضاً يروي تاريخ حيه اليوبلس على مر العصور وقال العميد هشام سمير المشرف على مشروع القاهرة التاريخية لنسبة الأعمال بالقصر التي تتم تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بلغت 295% وتقدر تكلفة المشروع بأكثر من 100 مليون مونين